يعني يكلمنا الأول عن فوز ليفر بول على لاطن تاون ويمكن تحويل التأخر ده في الآخر خالص بهدف للفوز بربعية وبالتأكيد طبعا كانت مباراة مهمة بالنسبة لليفر بول اللي شايفين المنافسين تحديدا منشستر سيتيو أرسنال مستمرين في تحقيق الانتصارات فعشان كده بيزيد الضغط على المتصدر ليفر بول النواء يواصل صدرته يواصل تعزيز مكانته في قمة الترتيب مبارح ليفر بول بقيادة مدربة يورجين كلوب بياخد المباراة يمكن فريق لاطن تاون من الفرق اللي بتنافس على البقاء ويعني مش حظوظها كبيرة في المنافسة على مراكز المتقدمة ولكن طبعا الظروف اللي بياخد فيها أو اللي خاط فيها ليفر بول المباراة أكيد كانت صعبة فقدان العديد من العناصر المهمة نتكلم عن طبعا في مقدمتهم نجم الفريق وهدفه نجمين المصري محمد صلاح اللي كان معروف أنه بنسبة كبيرة ما كانت شايلها المباراة بعد الإصابة الطفيفة اللي اتعرض لها في مباراة برينتفورد السابقة هل دي نفس الإصابة طيب ولا هي إصابة أخرى؟ هي إصابة أخرى بس إصابة حسب تشخصها أو حسب المصادر الإنجليزية إنه هو مش قوية ولكن طبعا تم تفضيل إنه هو ما يبقاش موجود رغم أنه تم إعلان إنه هو موجود في القايمة بتاعة المباراة دي ولكن طبعا هي إصابة مش كبيرة ومش مؤسرة لكن طبعا عارفيني إن ليفر بول عنده مباراة أهم المباراة القادمة أمام تشيلس في نهاي كأس رابطة الإنجليزية فبالتالي كان مهم إنه يبقى ضمان جاهزيته طبعا إلى جانب العناصر وهنا نريد أن نطمن عليه أكتر يعني إصابتين وربعات إيه السبب في ده؟ طبعا الفترة الحالية فترة ضغط كبير جدا من نسبة لدور الإنجليز لكن من نسبة لي محمد صلاح العائد من الإصابة بالتأكيد أي لعب عائد من الإصابة يبقى عليه الإصابة أكتر أنه يتعفى بشكل سليم لكنه شارك بشكل طبيعي في مباراة برينتفورد وسجل هدف وصنع آخر فبالتالي كان بالنسبة له على مستوى الأداء ما كانش فيه أي شعور بالألم ولكن ربما تكون هناك شكوى أعضلية أو إصابة أعضلية طبعا المجهود البدني المبزول فيه بالنسبة للعب عايز أنه يرجع بسرعة وعايز أنه يبقى موجود في الإصابة مرة أخرى وعايز يبقى مساهمته التهديفية ما تتأثرش بشكل الكبير لأن طبعا أرقامه تتحدث عن نفسها بالنسبة لمحمد صلاح فبالتالي ممكن يكون أدى إلى إجهاد عضلي أو إصابة طفيفة لكن طبعا فضل يورجين كلوب وليفربول أنه موجود فيه مباراة لوتن تاون والحقيقة قدر أنه اللعيبة اللي موجودة أنها تعود غياب مش بس الصلاح من نتكلم عن داروين نونيز من نتكلم عن ديوجوتا سوبوسلاي ترينت أليكساندر النورد عديد من اللعيبة اللي غيبة عن ليفربول وكانت مؤثرة بالتأكيد ولكن قدر أنه يحاول تأخره بهدف إلى الفوز بربعية كان فيه شراص هاجومية كبيرة من ليفربول خاصة في الشوت التاني قدر أنه يستغل الفرص التهديفية المتاحة له يمكن كان فيه آلق شوية من أن ممكن السيناريو المباراة يسير بالواحد صفر من نسبة ليه لوتن تاون ويقدر أنه يخطف فوز أو على آل نقطة صعبة من ليفربول ولكن الأمور بتبع صعبة على أي منافس فيه أنفلد أنه يقدر يخرج بنتيجة إيجابية طب يعني معنشستة سيتي يمكن دايق الخلق شوية على ليفربول كلمنا عن ترتيب الدوري الإنجليزي دلوقتي عامل إزاي ومين الأقرب بالفوز باللقب وبالتأكيد طبعا يمكن الموسم ده استثناء شوية بالنسبة ليه صراع الصدارة بكلم عن الفرق الأولي الأوي ما بين المنافسين نقطة تقريبا صحيح يعني كان المعتاد في السنوات اللي فاتت يمكن السنة فاتت أرسن لمنشستر سيتي ليفربول ما كانش قريب قوي من المنافسة قبل كده ليفربول ومنشستر سيتي قبل كده ليفربول ومنشستر سيتي فمستمرين في نفس النهج ده السنة دي منافسة ثلاثية فهذا يمكن بيزود الإصارة شوية في البريمير ليجا والنسخة الحالية من الدولة الإنجليز يمكن الصدارة بالنسبة ليفربول ستين نقطة بعد منه يمكن هو لعب مباراة أكثر من المنافسي منشستر سيتي ستة وخمسين أرسن الخمسة وخمسين بعد كده بنكلم في أستون فيلا تساو أربعين وبعد كده بقيت الترتيب توتنهام ومنشستر يونايتد يمكن ببعاد شوية عن المنافسة عن المناطق الصدارة أو السلاثة ده تحديدا المباراة القادمة هي اللي هيبقى فيها يمكن شعر مارس تحديدا هيبقى فيه مواجهات قوية بالنسبة لي الآن ده التلاتة المتنافسة على صدارة الترتيب لأن ليفربول هيواجه منشستر سيتي أرسنل هيواجه منشستر سيتي فبالتالي هتبقى الفرص كبيرة بالنسبة لي أي فريق منافس أنه يتخطى الاختبارات لي يعزز موقعه في الترتيب لأن فقدان أي نقاط في المرحلة الحالية يبقى صعر جدا تعود هل تتوقع أن يورجين كلوب قادر أنه يفوز باللقب هذه النسخة؟ هو الحالة اللي في ليفربول بشكل عام تمحد لده لأنه طبعا أعلن من أسابيع أنه قلص آخر موسم له مع ليفربول وأنه عايز يقضي فترة راحة بعيدا عن انكرة القدم فبالتالي فيه شغف عند اللعبة نفسهم وده يمكن في تصرحاتهم فيه كل مناسبة يتكلمون عن أنهم عايزين يبقى ودعم سهل بالنسبة ليورجين كلوب فبالتالي فيه قتال على الفكرة الغريب بقى أنه لما كنا نسمع الكلام ده عندنا مثلا فيه مدير فاني أو فيه مدرب هيسير فريق ويمشي يقولك الفرقة وضعه مش مستقر فرقة تنهار وضعه مش مستقر لكن على النقل ده هم نشوف ليفربول هي طبعا بتختلف ثقافة اللاعبين ده حاجة أساسية ولكن برضو فيه نقطة تانية مهمة أن اللي حققه يورجين كلوب مع ليفربول يستحق أنه يبقى ختام سالي بالنسبة لمسيرته حقق دور الأبطال حقق الدور الإنجليزي الغائب منذ سنوات كبيرة عن ليفربول حقق كاس العالم الأندية يعني كتير من البطولات اللي كانت مهمة بالنسبة ليفربول ويعني إدى شخصية للفريق كانت غايبة عنه بقى لها سنوات فده يمكن ده اللي بيزيد من أهمية فكرة المشهد الوديعي بالنسبة ليورجين كلوب ويمكن برضو بعض التقارير اللي بتكلم عن المحطة القادمة ليورجين كلوب بيبدأت تزيد في جواية في الفترة الأخيرة خاصة بعد ما يمكن بايرم ميونيخ الريماني أعلن أن مدربة أمس داخل هيرحل بنهاية الموسم الحالي ولكن كان فيه تأكيد من وكيل يورجين كلوب أن هو متمسك بفكرة الراحل مدة عام بعد نهاية عقده مع ليفربول عشان كده فكرة أنه يقاتل على لقب البريميليك تحديداً الموسم ده يمكن ليفربول الفريق الوحيد المستمر في كل البطولات يعني لسه عنده بعد مباراة شلسي فيه كأس رابطة الإنجليزية عنده ويلفر هامتون فيه بطولة كأس اتحاد الإنجليزي فيه دور الستاشر فبالتالي عنده فرصة أنه يحق أكتر من بطولة واستمر فيه بطولة الدولة الأوروبي فعشان كده برضو الأمور بالنسبة له ممكن تبقى موسم مثالي فده يمكن اللي بيزيد المشاهد بعض المدربين كده بيرتبط النوادي بأساميهم تبقى هي الفترة الزهبية يعني زي مثلاً مانشستر ينايتد مع السير أليكس مرجعش تاني أبداً مع ينايتد مرجعش تاني بعد السير أليكس كان جولدن أيرا زي ما بيروا عليها أو الفترة الزهبية فحنا متحمسين قوي نشوف الموسم ده مع يورجين كلاوب هاي بعمل خلينا نروح لحاجة تانية وهي المباراة برشلونا مع نابولي الإيطالي شفت ازاي المباراة دي ومين أقرب لإنهائي؟ ويمكن نابولي بعد الفترة الزهبية اللي عاشها وتتويجه به لقب الدوري الإيطالي مع سبالتي كانت يعني برضو حقبة مهمة جداً في تاريخ هذا النادي لكن الحقيقة الأمور يعني مش بنفس القوة بنسبة ليه الفريق الجنوب الإيطالي لسه مش بنفس التأثير اللي كان عليه الفترة اللي فاتت حتى على مستوى المنافسة في السيريا في السنة دي الأمور بعيدة شوية بالنسبة لنابولي فبالتالي كان متوقع أن الأمور تبقى صعبة بالنسبة لنابولي إمام فريق زي برشلونا فريق يعني عنده طموح أن هو يعود مرة أخرى للمنافسة بشكل كبير زي ما تكلمنا عن توخي الويد هايت مشواره مع بايرن أو يمكن الأقرب النموذج الأقرب كلوب وأنه أعلم بنفسه أنه هيرحل عن ليفر كول نفس القصة بالنسبة لتشافي مع برشلونا برضو عايز بها برضو بالنسبة له ودع مثالي فعشان كده نشوفنا برشلونا كان أفضل في كتير من الأمور في حتى الإحصائيات بتاعة المباراة نتكلم على 12 تزديدة لبرشلونا مقابل 6 وال6 دول في الشوت التاني لكن بالنسبة لنابولي اللي ابتدى يستفيق لكن إجمالا ما فيش تزديدة واحدة فقط بين القائمين والعرضة بالنسبة لنابولي هي اللي ساكنت الهدف بخلاف ذلك ممكن برشلونا أتيحت له فرص هل كان قادر نوا يفوز؟ برشلونا كان قادر طبعا على الأقل يحتفظ بالهدف اللي سجله ليفندوفيسك وممكن ده هدف برضو يحمل كتير من الأرقام المهمة بالنسبة ليفندوفيسك أول هدف منذ أكثر من ألف يوم بالنسبة لبرشلونا على مستوى الأدوار الإخصائية ودول الستاشر من دوري أبطال أوروبا أصبح أكبر لعب يسجل فيه الأدوار الإخصائية برشلونا بعد ليونيل ميسي كسر رقم ليونيل ميسي اللي كانت 33 سنة ليفندوفيسك الآن 35 سنة ويسجل فيه الأدوار الإخصائية وأيضا عزز رقمه الشخصي في قائمة الهدفين التاريخين لدوري أبطال أوروبا 93 هدف بتفوق ويوسع الفرق مابين ومابين كريم بينزيبو لكن طبعا الصدارة بعيدة شوية بالنسبة له هدفي دوري أبطال أوروبا 140 هدف لكريستيان ورونالدو صعب أن حد يوصلها خاصة في عمر ليفندوفيسك 25 سنة لكن بشكل عام برشلونا كان قادر أنه يخرج بنتيجة أفضل من كده ويمكن هذا اللي اتكلم عليت شافي المدير الفاني لبرشلونا بعد المباراة أنه قال أننا تعملنا ببعض الأمور ما كانتش جيدة فيه الدفاع وأنه كان ممكن يحتفظ بنتيجة أفضل من كده لكن طبعا حتى واحد واحد خارج ملعبه نتيجة ليست سيئة ولكن هو كان عايز يحسن الأمور مبكرا من المباراة الزهام طيب هل طبيعي أن أرسنال يخسر من بورت البرتغالي؟ لا مش طبيعي يعني يمكن أنا بصفة من المشجعي أرسنال زعلان من النتيجة خصوصا أن مباراتي أرسنال على مستوى الدورة الإنجليز ممكن واستهام ثم برينفورد فيه المباراتين المواضيتين ستة أمام وستهام ثم خمسة أمام برينلي نتائج كبيرة وفيه شراسة هجومية كبيرة بالنسبة لأرسنال مباراح ما فيهش أي محاولات هجومية يعني تذكر يعني ده يمكن من الأرقام السلبية أنه ما فيهش تزديد على مرمى بورتو في طوالة سين ديئة يمكن ده اللي تكلم عنه أيضا أرتيتا مدرب أرسنال قال إن إحنا ما تعملناش بالجودة الكافية أن إحنا نقدر يعني نبقى ند قوي في هذه المباراة واستغل ده بورتو يمكن كان له فرصة محقاقة ضايع في شط الأول اللي ضعت بغرابة شديدة أمام المرمى ولكن في الوقت القاتل قدر أنه هو يسجل هدف للفوز ولكن هي نتيجة مش حاسمة بالنسبة لبورتو طبعا هدف مقابل لشيء لكن التوقعات كانت بتشير أن أرسنال عنده أفضل من كده كان ممكن يقدم أفضل من كده خاصة في الإقاع أرسنال في الفترة الأخيرة مرتفع ويقدم مباراة كبيرة عنده لعيبة كبيرة متعلقة نتكلم على مارتينيلي على ساكا على تروسارد على ديكلان رايس عديد من اللعيبة اللي عادت عندها شغف تهديف أنها بتقدر توصل للمرمى من مميزات أرسنال أنه ما بيعتمدش على لاعب واحدة أو اثنين في التسجيل عنده لعيبة كثيرة عندها القدرة على التسجيل أوديجرد كثير بيحل من معوقف المعقدة فبالتالي كان غريب شوية نحن نشوف أرسنال بعيدة عن الشكل المعتاد له في دول 16 الجائز أو من الوارد أن يبقى رهبة العودة للأدوار الإقصائية في دور الأبطال يمكن بعد غياب طويل نتكلم من موسم 2016 إلى 2017 بعد كده يمكن غياب عن بطول الدور الأبطال الأوروبا فبالتالي وصل الأدوار الإقصائية والخوف من فكرة الإقصاء المبكر زاد أن أرسنال طبعا الصراع على جبهتين دور الأبطال والدور الإنجليزي برضو بيشكل ضغط على اللعيبة وإن كان طبعا المفروض أن نشوف صورة أفضل من كده طب رأيك في أداء بورتو البرتغالي يعني ممكن يتأهل للربع النهائي ممكن نشوفه أكتر من كده كمان هو يمكن بورتو تعامل مع المبرب وقعية شديدة حرم أرسنال من أنه يمتلك خطورته المعتادة لأن أرسنال ستايل لابو أنه أستحوز على كرة وابتدي أخلق فرص تهديفية بلعب في مساحات أوسع لكن بورتو يمكن كان فيه قوة دفاعية في التعامل مع كتير من المواقف كان بيخلي الفرص اللي بتوصل ليه التلت الهجومي الأرسنال فرص يعني ما فيهاش أي خطورة بتعامل معها بالشكل الدفاعي الأمثل بالنسبة ليه الفريق البرتغالي بورتو على ملعب درجاو ملعبه بيبقى قوي بيبقى منافس شرس وبالتالي قدر أن يستغل كل العوامل دي ويخلي الأمور في مصلحته صحيح أن الهدف اللي سجله هدف متأخر جدا ولكن في النهاية قدر يخرج بنتيجة يعني جيدة بالنسبة له ولكن ليست الأفضل لكن طبعا الأمور ستكون مختلفة تماما في ملعب الإمارات هتبقى الأمور صعبة بالنسبة ليه الفريق البرتغالي اللي يمكن برضه بمناسبة الأرقام القياسي ممكن حقق رقم القياسي بالنسبة ليه مدفعه بيبي اللي شارك بعمر 40 سنة و 360 يوم أكبر لعب يشارك في الأدوار الاقتصاية بالنسبة للفريق طيب من أداء الفرق وتوقعاتك برضه إيه الفرق اللي هتصل للربع نهاي البطول طبعا لسه نتائج ما نقدرش نقول أنها حاسمة لكن فيه فرق لأصحاب الخبرات في هذه المراحل البطولة يمكن حامل لقب منشستر سيتي بتأكيد يعني مهمته مش هتكون صعبة أو فيه يعني تكرار فوزه وتأهل لدور التمانية نفس القصة بالنسبة لريال مدريد برضه قدر أنه يحقق نتيجة إيجابية باريس سان جيرمان أعتقد عنده فرصة كبيرة أنه هو يواصل رحلته في البطولة أعتقد أيضا ممكن برسلونة بحكم النتيجة الإيجابية اللي حققها فيه مباراة الزهاب نفس القصة بالنسبة يعني يمكن أرسنال الأمور مش صعبة ولكن يعني مش مستحيلة يعني بالنسبة لي يعني دي المباراة يمكن النمزج الأبرز بالنسبة للمرحلة الحالية البطولة إنتر ميلان يمكن الفوزة على إتليت كومدريد بهدف نتيجة برضه ومش حاسمة بشكل كبير ولكن قد نرى الأمور مختلفة في أسبانيا عشان كده دايما كتير من الفرق بتسعى أنها يتحقق نتيجة حاسمة أو نتيجة كبيرة في مباراة الزهاب لكن ده مش وارد أول في بطولة كبيرة زي بطولة الدورة بطولة أوروبا فارق يكسب بفارق كبير من الأهداف في الأجواء بشكل عام طيب النهاردة كمان هيلعب إنتراخت فرانكفورت اللي بيلعب فيه عمر مرموش في المباراة الفاصلة في دور المؤتمر الأوروبي شايف إزاي إيه اللي ممكن يحصل النهاردة أو يمكن مرموش نفسه تكلم عن مشاركته فيه مع إنتراخت فرانكفورت في هذه البطولة وأكد أنه طموحاته النواية أهل ليه المرحلة التالية من البطولة مرموش يمكن بيقدم مستويات جيدة جدا في هذا الموسم مع فرانكفورت يعني بتخليه عنده طموحات أكبر مع الفريق مش بس على مستوى احتلال ترتيب يعني مرتفع أو متقدم في البونس ليجا ولكن أيضا ليه لا أنه ما يكملش فيه بطولة أوروبية قد يصل فيها إلى مراحل أكتر من كده يمكن شفنا البطولات الأوروبية بعيدا عن دور بطولة أوروبا الدور الأوروبي ودور المؤتمر الأوروبي بيبقى فيها سمة مشتركة أن كل الفرق عندها نفس الطموح ما فيش أفضلية الفريق على حساب آخر يمكن بطولة زي الدور المؤتمر الأوروبي يمكن الفريق المنافس القوي الوحيد هو فريق آيكس أمستردام الهولندي غير كده ما فيش فرقة كبيرة تقدر تقول أنها عندها يعني أفضلية عن آيكس نفس القصة بالنسبة لي الدور الأوروبي الأمور متاحة بالنسبة لي كتير من الفرق أنها تتأهل عن المرحلة الفاصلة بانتظار طبعا مواجهة الفرق الأخرى التي تنتظر الفرق متاهلة عن دور خروج المغلوم مباريات يمكن شيقة في الفترة الجاية